forces acting on rigid bodies are divided into two groups external forces and internal forces يعني قوة خارجية وقوة داخلية عموما القوة الخارجية تتسبب في القوة الداخلية لو أخذت مثلا السيارة هنا في أشخاص بيجذبوها بفورس F طبعا تسوي في وسط السيارة هذه قوة داخلية F هذه تعتبر external forces أيضا الوزن الموجود هنا وردات الفعل اللي هنا زي ما تشوف في الصورة اللي رسمناها هنا as free body diagram يعني كل هذه القوة تعتبر قوة خارجية وطبعا رح تتسبب في قوة داخلية في وسط السيارة وتكون هي سبب التشوه اللي بيسير مثلا لو أنا جذبت بقوة هنا قد يصير في تشوه داخلي في السيارة يعني يكون في bending moment مثلا عزم انحنائي لو تصميم السيارة بيكون كافي لتحمل البندينج مومت ما رح يصير فيه تشوهات لكن لو غير كافي رح يصير فيه تشوه عموما لو افترضنا ان السيارة هذي ما رح يصير فيها تشوه الاكسترنال فورس رح تتسبب اما في translation ازاحة او في rotation دوران او الاثنين مع بعض نمر الآن الى principle of transmissibility equivalent forces principle of transmissibility هنا بتكون conditions of equilibrium or motion are not affected by transmitting a force along each line of action ايش معنى هذا؟ لو انا مثلا عندي فورس متبقة على خط تطبيق القوة لو غيرت مكان تطبيق الفورس مثلا هنا زي ما نشوف الرسمة الثانية لكن بحافظ على نفس الdirection ونفس الاتجاه رح تعتيني نفس النتيجة في الآخر مثلا لو انا جذبت سيارة من هنا او دفعتها من وراء رح تعتيني في الآخر نفس اتجاه الحركة ونفس النتيجة ككل فهذا بنسميه principle of transmissibility moving the point of application of the force F to the rear bumper مثلا لو انا غيرت الفورس بدل اني اجذب من الامام رح اجذب من الوراء هذا it will not affect the motion or the other forces acting on the track يعني لو هي ما عملتش اي تأثير زائد على الفورس acting on the track او الحركة يعني في الآخر رح اجد نفس النتيجة فهذا بسميه principle of transmissibility مثلا ايضا هنا لو عندي انا جسم وطبقت عليه فورس P1 و P2 بهذه الطريقة او طبقتهم بهذه الطريقة يعني غيرت مكان P2 هنا اتحصل في الآخر على نفس نتيجة الحركة ولو P1 بتساوي P2 هنا ما رح يتحرك الجسم او لو كانت في الاتجاه المعاكس يعني P2 يعني زي ما يكون ما يصير فيه ضغط هنا للجسم سواء كان طبقت في النقطة هذه او طبقت في النقطة هذه طالما عطتني نفس النتيجة فانا بتكلم على principle of transmissibility شكرا على الانتباه